أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائك ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا واجعل خلالها أنهارا واجعل لها رواسيا واجعل بين البحرين هارزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المستر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدير رحمتي أإله مع الله تعالى الله وما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب علا الله وما يشعرون أيانا يباسون ولدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساتقير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاكبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في زيك مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لزو فزل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تفن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب منهين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائي لا أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهد ورحمة للمؤمنين إن ربك يكذي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمي الموتى ولا تسمي سم الدعاء إذا وله مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ظلالتهم إن تسمئوا إلا من يؤمنوا بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوكنون ويوما أحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم جوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيدوا بها علما أم ماذا كنتم تعلمون ووقع القول عليهم مما ظلموا فهم لا يندكون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوكنون ويوما أحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم جوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيدوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا يندكون ولم يروا الناجع للليل ليسكنوا فيه والنهار مبصر إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا تو داخلين وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير مما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزن يومئذ نامنون ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعلمون إنما أمرت أن أعابد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أطلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسي ومن ظل فقل إنما أنا من المنذرين فقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافلنا عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لكوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض واجعل أهلها شيئا يستزعف طائفة منهم يزبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استزعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم البارسين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون فهامان مجنودهما منهم ما كانوا يحزرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرزعي فإذا خفت عليه فالكيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالدقته آل فرعون ليكون لهما دو وحزنا إن فرعون فهامان مجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون كرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفان أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فواد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أرابتنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قسي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرازية من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناسحون فرددناه إلى أمه كي تقرعينها ولا تحزن ولتعلم أن نوعاد لا يحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ شده واستبا آتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين ودخل المدينة لاحين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من أدو فاستقاسوا الذي من شيعته والذي من أدو فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه أدو مزل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاكفر لي فغفر له إنه هو القفور الرحيم قال ربي بما أنامت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فيز الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغفج مبين فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو ذو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أكس المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمنون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناس حين فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجيني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مجين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما فرد ماء مجين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه مراتين تزودان قال ما خدبكما قال تا لا نسكي حتى يزدر الرعاة وأبوه ناشيخ قبيل فسقى لهما ثم تولى إلى الزل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فكير فجاءته إحداهما تمشي الاستحيا قالت إن أبي يدقوك ليجزك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصد قال لا تخب نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبا تستأجر إن خير من استأجر تلك في جلامين قال إني أريد أن أنكحك إحدى منتي هاتين على أن تأجرني سماني حجاج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشك عليه ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيام العجلين قصيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل فلما كظى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب التون نارا قال لأهلهم قصوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بغبر أو جزوة من النار لعلكم تستوالون فلما أتاها نودي من شاة الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصواك لما رآها تهتزك أنها جانن ولا مدورا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تغف إنك من العامنين اسلق يد maturity في جبكا تخرج باهم nourية وزاين آنس من الراحب بزانك برهاناب من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسكين قال ربي إني قتلتم منهم نفسا فاخافوا يقتلوا وأخي هارون هو أفسح مني لسانا فأرسله معي أريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عدد بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يسلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاء موسى بآياتنا بجنات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاكبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال برأون يا أيها الملأ ما ألمت لكم من إله غيره فأوكد لي ياها ما نعلطيني فاجعل لي صرح الله لي أطولي على إله موسى وإني لا زنه من الكاذبين واستكبره ووجنوده في الأرج بغير الحك وزنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبزناهم في الجم فانظر كيف كان عاكبة الظالمين وجعلناهم إمتا يدعون إلى النار ويوم الكيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنى ويوم الكيامة هم من المكبوحين ولقد آدينا موسى الكتابة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس يهودا ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب جئيس قزينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر وما كنت سافيا في أهل مجينا تطلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب التور إذنادينا ولكن رحمة من ربك لتنزر قوما ما أتاهم من نزير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة مما كدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتنا ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من إننا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم جغفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهروا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وحدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهباءهم ومن يزلوا ممن اتبع أهباه بغير يدن من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد بسلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين أطيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يطلالهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرطين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيجئة ويدرعون بالحسنة السيجئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمله وعارزوا أنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو عالم بالموتدين وقالوا إن الطبيع العدى ما قنتخطف من أرجنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه سمرات كل شيء الرزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من كرية بطر معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكم من بعدهم إلا قليلا وقلنا نحن الوارسين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يطلو عليهم آياتنا وما كنا مولك القرى إلا بأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاء الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابغى أفلا تعاكلون فمن وعدناه وعدنا حسنا فهو لا كيه كمن متعناه متاء الحياة الدنيا متاء الحياة الدنيا ثم هو يوم الكيامة من المحزنين ويوم يناديهم فيقول وين شركاء الذين كنتم تزعمون قال الذين حكى ليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وكي لدعو شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراءوا الآزاب لو أنهم كانوا يهددون ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين فعم يدع عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب بعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى أما يشرقون وربك يعلم ما تكن صدورهم ما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وليه ترجعون قل أرأيت من جعل الله وليكم الليل سرمدن إلى يوم الكيامة من جعل الله وليكم النهار سرمدن إلى يوم الكيامة من إله نغير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصيرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فزله ولعلكم تشكرون ويومي نادهم فيقولوا إن شركاء الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فكلها تبرهانكم فعلموا أن الحق لله فزل أنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبقوا عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعزبة وللقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نسيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم مندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبلهم من الكرون من هو شد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل من ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في ذينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يالت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لزوح الزنازي وقال الذين أوتوا الإلم ويلكم صواب الله خير من آمن وامل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخصفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين أتمنوا مكانه بالأمس يقولون بيك أن الله يبسط رزق لمن يشاء من إباده ويقدر لو لا أمن الله علينا لقصف بنا بيك أنه لا يفلح الكافرون فلما جاء بيك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا أفسادا ولا عاكبة للمتقين من جاء بالحسنة وله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يفلح الذين عملوا السيئة إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك الكرآن لرادك إلى معاد كن ربي أعلم من جاء بالدان ومن هو في إزرال مبين وما كنت ترجو أن يلقع إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يسدنك أن آيات الله بعد إذن انزلت إليك ودع إلى ربك فلا تكونن من المشركين ولا تدعم الله لأن آخر لا إله إلا كل شيء هالك إلا وجهة لو الحكم بيليه ترجعون بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس وإن يتركوا أن يقولوا آمنا فهم لا يفتنون ولكد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله لذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبكون ساء ما يحكمون من كان يجلق الله فإن عجل الله لا آد وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغنج عن العالمين والذين عملوا وعمل صالحات لنكفرن أنهم سيئاتهم ولنجزنهم أحسن الذين كانوا يعملون ووصينا الإنسان ببالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بما لسلك به علم فلا تطيعوا ما إلي مرجوكم فونبيوكم بما كنتم تعملون ولذين آمنوا وعمل الصالحات لن تدقلنهم بالصالحين ومن الناس من يقولوا آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء النسر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أبليس الله بيعلم بما في سدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا تبيغوا سبيلنا ولأحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملوا الناس قالهم واسقالوا مع اسقالهم وليسألوا يوم الكيامة يما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجينا وصحاب الصفينة فجعلناها آية للعالمين وإبراهيم اسقال القوم يعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوسان وتخلقون إفقا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا وعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون وإن تكذبوا فكتكذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاق المبين أولم جروا كيف يبدئوا الله كهلك ثم يعيدوا إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشي النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم معجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من وليج ولا نسير ولذين كفروا بآيات الله ولقائه ولائق ييسوم الرحمته وولائق لمزاب آلهم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأن جاء الله من النار إن في ذلك الآيات لكم يؤمنون قال إنما اتخذتم من دون الله أوسانا ما ودد بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم الكيامة يكفر بعضكم ببعض ويلان بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له ولوت وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وبهبنا له إسحاق ويعقوب وجلنا في زريته النبوة والكتاب وآتيناه وجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوتا إسقال لقومه إنكم لتأتون الفحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال وتكتعون السبيل وتأتون في ناديهم المنقر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اطنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ولما جاءت رسل قال رب انصرني بما كذبون ولما قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت أينكم لتأتون الرجال وتكتعون السبيل وتأتون في ناديهم المنقر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اطنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ولما قال رب سرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالمشرى قالوا إن ملك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطة قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجي أنه وأهله إلا امرأتك كانت من الوابرين ولما جاءت رسلنا لوطة سيئة بهم وزاق بهم زرعون وقالوا لا تخو لا تحسن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الوابرين إنا منزلون على آل هذه القرية لجم من السماء بما كانوا يفسكون ولقد تركنا منها آية بيجنة لكم يعكلون وإلى مجينا خاهم شعيبا فقال يا قوم يعبد الله ورجوا اليوم الآخر ورجوا اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين فغذبوه فأخذتهم ردفة فأصبحوا في دارهم جاسبين وعادا وصمودا وغد تبين لكم من مساكنهم وزينا لهم الشيطان وعملهم فسدوا من السبيل وكانوا مستبسرين وقالون ففرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستقبروا في الأرض وما كانوا سابقين فقلنا أخذنا بزنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خصفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا فما كان الله ليظلمهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون مصل الذين اتخذوا من دون الله يولياء كمصل العنقبود اتخذت بيته وإن أون البيوت لبيت العنقبود لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وطلق الأمصال نزربها للناس وما يعكلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين